السلام عليكم أخوتي تحياتي كل أبناء وطن الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب بلا منسى وخوتنا ليفر الغربة والموضوع اليوم سنتحدث عن مقابلة رياض محرز اللاعب الدولي الجزائري لفريق هيمان سيتي ضد سوث هامبن بداية كانت بالتشكيلة مغايرة لتشكيل مقابلة ليفر بول بدا بيبو غورديولا بجناحين جناح الأيمن كانسيلو مكان وولكر والجناح الآيسر زيتشينكو مكان مندي دائما 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 لما يلعب كانسيلو مكان وولكر الكورات لرياض محرز يكون قليلا كل من تابع مقابلات مان سيتي والمقابلة اللي يكون فيها كانسيلو يلعب أساسي الكورات ما تصبح رياض محرز ولا إذا وصلت رياض محرز قليلا قليلا جدا من الجناح كانسيلو مشكلة في السيتي مشكلة سيتي الأظهرة ظاهر أيمن وظاهر الأيسر مندي اللي يرتكب هفوات ايضا كانسيلو ايضا زيتشينكو اللي اهدى هدف لسوث همطن مني يعني هدف رائع صراحة بعد ما خرج الحرز من مرماه متقدم نوعا لمرماه إذن شوط أول كان كارثي بأتم معنى الكريمة خاصة ظاهر الأيمن وظاهر الأيسر كانسيلو والظاهر الأيسر الأكثر أكثر أكثر مستوى سيئ هو زيتشينكو عندما يكون اسمك دي بروين أو اسمك فودل أو اسمك سيرلينج أو اسمك غارسيا أو اسمك كانسيلو تختلف تماما أنه اسمك رياض محرز ليست عاطفة هذه حقيقة موقع هوس كورب قيم رياض محرز 6.2 اوكي بينما السيرلينج اللي كان اليوم مهوش في يومه واذا ما يمنعش أنه السيرلينج لعب جيد نوعا ما لكن آناني فقط لعب ممتاز لكن آناني كان اليوم خارج الإطار مهوش في يومه 6.5 6.5 دي بروين دخل 6 دي بروين دخل 6 دي بروين دخل 6 بروين دخل دي بروين دخل دي بروين دخل 6 دي بروين دخل 6 غارسيا تنقيطه أحسن من الرياض محرز غارسيا كان يسجل هدف في مرمح بالدليل نحن أخيوتي لا نتكلموه من فرار أيضا فرصة ضاعت وجه لوجه ليساو ثمطن بسبب ماذا بسبب كانسيلو فاتوا من جهة كانسيلو قانترا كان قريب هدف بالدليل لكن كانسيلو تنقيطه أعلى من الرياض محرز سيرلينج أعلى من الرياض محرز دي كان خارج الإطار السيرلينج اليوم كنا نتكلموه على الجنسية وكذا كانت الناس متصدقناش الحمدولله بالدليل أعطينا عهد لنفسنا قلنا نحيو العاطفة صحيح أنه دولي جزائري وماذا بينا ولد بلادنا يبان ولاعبين المحترفين يبانون لكن قلنا ما نحضروش بالعاطفة نحضروه بالمنطق وبالعقل وبالحجة والدليل الحجة والدليل أنها الجنسية تلعب دور كبير السيد لا يبدأ يلعب عنده ستة نقاط تنقيته ستة لا يبدأ يلعب كيفين دي بروين وكيد خل اليوم أيضا دي بروين مهوش في يومه ضيع العديد من الكورات لباس سهلة لا يستطيع أن يديرها دي بروين لا يستطيع أن يديرها كنسلو لي كان كارثة هو وزيتشينكو لكن كنسلو مهوش جزائري العاهة المعروفة العاهة التي تبقى لا رأس لماذا يلعب؟ لماذا يلعب؟ لا يريد رياض مهرس من الماء ومتاعه لا يفهم العاهة أحسن من رياض مهرس في التنقيت العاهة فرنانديني والعاهة أحسن من رياض مهرس فرنانديني ومن غير مهرس ومن غير مقابلين مهرس مهرس ستخسر كثيرا ستخسر كثيرا ستخسر جميعا قلت هنا أن نعود تتخسر مقابلين لكن هذه السناس ستخسر الكثيرا خاصة دوري أبطال أوروبا ضيعت البطولة وضيعت مقابلة اليوم بماذا؟ بأول حاجة التشكيل كان غالب في البداية ندرس صراحة البداية التشكيل كان غالب ما عندكش أظهرة مليح أقوياء كما نقوله عندهم السرعة يطلعوا يهطوا ألعب ياسيدي ألعب كما كنت ألعب برك والكر يلعب أساسي مندي ضعيف لكن أحسن نوعا ما دفاعيا من زيتشانكو أحسن دفاعيا رغم أنه ارتكب خطأ جاسين في المقابلة تشلسي لكن على الأقل خلي المجموعة المعروفة المجموعة المعروفة لكن الفلسفة الفلسفة الزيدة هي هي اللي ضيعت البطولة المان سيتي وقضية أنه ليفربول وفاجة الربعة والسيتي قوية وكذا وكذا ليفربو كان خارج الإطار الناس كانوا في احتفالات يلعبوا مقابلة فريق ليفربو كان في احتفالات جامل الاحتفال يلعب مقابلة وأيضا مان سيتي كانوا متحمسين أكثر المقابلة هذه مقابلة ريال مادريد في خطر الطريقة اللي راهي تمشي بها مان سيتي الاستهزاء والمبالات وتغيير المستمر لللاعبين بدون سبب راح تكسر مان سيتي إذن مبروك لسيتي الحصارة الفلسفة الزيدة ومبروك لسيتي الوجه الحقيقي ببعض لاعبين مان سيتي اللي لولا جنسية كانوا لاعبين ميبانوش قرسيا لو كان جنسيته جزائريا واحد ما يعرفه واحد من يشريه كانسيلو كيف كيف زيتشينكو كيف كيف العاها اللي لديه سبعة فاصل ولا سبعة على نقطة فرناندينيو العاها برازيلي برازيلي ولماذا يلعب أساسي لأنه مسك محرز من القميص أنا ما نفهمها كماك أنا اللاعب اللي أصلا العمر نتاعه كبر والله يعني ما قدرش زيدي مدل يعطيك اللاعب رودريغو هذك الاسبانيولي أحسر منه أحسر منه في المساوى ما يرزاك بش أخطاء عديدة يعرفين مدل البالون نتاعه نظيفه أصغر منه في العمر ما زيلي يقدر يمزد يعطيني ما باش اللاعب ولاعب كبير وما يقدرش يعطيني الإضافة علاش رايير عب يرعب لي باش ما يحكم معها على اسم الماي وفهمونا عينها نفهمو هذا في غورديولا هذا اللي فات 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 كل مدربي العالم في الفلسفات جيدة اللي كسرت فارقه سيتي بقاتلها الشامبيونزليج نقولها ونعودها وشامبيونزليج راي في خطر وفي خطر ناسيبا للرياض رايير يراجع بقوة بالطريقة هذه سيتي ستخشر العديد من الأمور أما رياض محرز الناس اللي يقول ما داروينو زوج لعبي كانوا حاكمين رياض محرز تخيلوا لو كانوا أذكياء ولا كان ذكي بيبو غورديولا وخلى الضغط على رياض محرز وفرغوا له المساح لعبوا معه على الأقل واحد يكون بجنبه كانت تفرق لكن لا لا يوجد رياض محرز نغطيه عادينا ونشوفه خاصة نقصره اللي اعطيتها بالأدلة بالبراف دائما نقصره وين ما يكون رياض محرز لا يلعب معه دائما من بداية تشكيلة رياض محرز اليوم سيخرج بكري مدام فيها تقصره لأن تقصره لا يلعب دائما يلعب أنامي ويجب أن نذهب الحمد لله بعد مخرج رياض محرز أمور أصبحت واضحة يلعبوا مع فوداني يلعبوا بدا الفوداني مع دي بروين المهم محرز نحاول شوفه كيف نخرجه هذا هي السيتي ونقولها ونعودها الطريقة هذه راح تخرجهم من الشامبيونس الليق نهائين رغم أنه عندهم أحقية أو أفانتاج على رياض مدري بحكم النتيجة في مقابلة ذهب لكن في الراتور بالطريقة هذه السيتي تخرج بالطريقة هذه السيتي تخرج هذه ليست عاطفة نحكي على رياض محرز الله نحضر الحقيقة اللاعب كان محكم زوج لاعبين وحاول يدير محاولات ولقطات وحاول تغرب بينما كان واحد اللاعب كان خارج الإطار خارج الإطار ما استبدلوه شي بداية الشوط الثاني وأيضا تقييم انتاعه هذا اللاعب لخارج الإطار السيتي تلعب أحسن من رياض محرز بحكم ما بحكم علاش هذا الشي لأنه دولي إنجليزي الحمد لله الشي اللي قلناه طلع صحيح الجنسية تلعب دور كبير اللي يحب يناقشي ناقشي بالدليل أنا ما نحضرش بالدليل سوف تلكم زوز فورص فيديوهات قارس خارج الإطار قريب يسجل على روحه وكانوا قريب يسجلوا هدف فاصة فاصة للزوج لاعبين لو ترقيت أحسن من محرز بكثير أرواح انتواف الجنسية في الأخير نتمنى كل تفق لرياض محرز والتقال مع مزم الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته